ادي المبنى الاداري ده كمان خلي بالحضراتكو ده هو جايبه من غير ما يكتمل بناءه يعني هو برضو متعمد يجيب صورة المبنى الاداري من غير ما يكتمل المبنى الاداري كان يكتمل بناه بالكامل بالكامل وبعدين اتشطب بقى اتعمال الازاز الحلو الفمي ده الشكل الجميل ده يعني ادي الصورة معناها ايه مين اصلا اللي فكر انه يعمل مبنى اداري لانه العقلية اللي موجودة ما تفكر ما فيش اي منشأة انشأت في ظل المجلس الحالي لا في مدينة نصر ولا في الشيخ زيت اللهم اللي دلوقتي بيعملوا منطقة كده هناك في المنطقة مش قادرين يخلصوها كان عايزين يخلصوها بالانتخابات ما يلحقوش ولسه قدامها وقت طويل جدا وانت تدخل من نادي كده في الاخر على الشمال فيش اي منشأة اي منشأة اي منشأة في مدينة نصر او في الجزيرة اما الشيخ زيت فانت مستلمو يا بشا ومعاكس انت الرخص بيعم فيه مرخصة حمام السباحة اتنين كمان يعني تمام التمام مع الاشتراكات ما كانش عندك مشكلة في التمويل ومع ذلك اللي شطب هذا المبنى هي وزارة الشباب والرياضة مهندس خالد عبدالعزيز بالفم المليان واللي اديه لك خمسين في المية من حمام السباحة في الشيخ زيت هي وزارة الشباب والرياضة مهندس خالد عبدالعزيز بالفم المليان والارقام موجودة والموازنة موجودة داخل الوزارة وداخل النادي الاهلي كان بيتقال على مدار الثلاثة اسابيع بوية النهاردة اتغيرت اللهجة بقيت بقالك ازاز فامية يا فندم المبنى اللي قدامك هو ازاز عربية ازاز فامية احنا اكبر قوي وعقلين جدا بالمناسبة ما حدش عفو يضحك علينا كلنا المبنى ده يا فندم قعد اكتر من ست سبع سنين ده الشكل كان كده بنشكر الكابتن حسن حمدي اللي هو عمل المبنى الاداري لكن الطبيعي لما نشوف الصورة دي نقول بنشكر مجلس الادارة اللي جا كمل الصورة قالك الشيخ زايد مفوش اي حاجة طيب قادي الصورة امام حضراتكو بس قالك مفيش ولا حاجة تبنت مفيش جديد انا معلش انا دوري اشرح لحضراتكو لان ربنا سبحانه وتعالى في جملة مهمة انا بقولها لكم دايما ايكون المؤمن او المسلم كاذبا يا رسول الله قال لا انا مش فاهم الناس دي روح اتحج في زرزارة زي ما قلت ولا مش فاهم بتاعته استاذ محمد صبح اه دي الصور امام حضراتكو انا لو عملت جبت كرسي بس لو جبت عمود النور ده بس اقول لك شكرا اللي انت جيت كملت اللي قبل منك شكرا الكابتن حسن حمدي شكرا الماستور سيح سليم شكرا المهندس محمود طارق مش قادر انت قولها ده الاهلي اللي احنا تعلمناه مش تيجي تقول لي اذا اسفم ايه اصليها مش عربية وراح تفايمها عشان تهرب من الرخص ولا متان ولا تطلع بيها على الرحاب مثلا لا خلينا نتكلم بصراحة فهي اهي اهي الصورة مش نقول شكرا على الشكل الجميل اللي اتعمل نقول شكرا على الصورة الجميلة نقول لكابتن حسن شكرا اللي انت جبت الارض وخلصت الرخص ونقول لمجلس ادارة اللي موجود شكرا يا اخي قولها يا اخي وانت محرم عليك وحد هيدربك على ايديك اه صح ممكن الاعلانات اللي وراك اللي هي ممكن تتسحب منك يقولولك ممنوعة انت ازاي عملت كده مش هنديك الاعلانات تاني طي انا بقول حقيقة وربنا يعلم نوايا ربنا ايه دي الالعاب الاطفال ايه منظر يليك باسم النادي الاهلي وتاريخه وكلنا طول الوقت كنا بندور على الشكل الرائع ده ونقول النادي الاهلي لازم لما دخله يبقى مختلف عن الجميع ارجعلي للمبنى الاداري لو عندكوا صورة المبنى الاداري من جوه عشان نعرف اللي النادي الاهلي عامل سبع تمام ملاعب سكواش من افضل تمام ملاعب في مصر من افضل تمام ملاعب الاداريين كلهم اتنقلوا في المبنى ده انتو عارفين يعني ايه عشان اواب ده بقى ادفع كام وفي الاخر يقولك الوزير هو اللي عمل كل حاجة طب ما اجيبي الوزير بقى يدير النادي الاهلي طب انت الحمام السباحة ده مين اللي عمله اقولك الحاجة ده فوتوشوب كده كويس كده هترضو عني يبقى شدي كويس فوتوشوب يا جماعة او او متهكر الحمام السباحة ده تهكر وحيرجع بالليل اهو ايه رأيكم اصلحنا معلش ربنا ادينا عقل ودينا مخ عشان نفكر كلنا ادي الملاعب جبناها مرة تانية كابتن حسن حمدي بمجلسه المجلس الصابق كابتن صالح سليم اللي جاب الارض كلكم شكرا ومجلس الادارة الحالي شكرا على الشكل الرائع ده فيها مشكلة لكن ممنوع يتقال اي حاجة يا اما يقولوا لك بويا يا اما فامي يا اما البطنية يا اما يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ادي الجيم ادي الجيم حاجة تليك بالنادي الاهلي اجهزة اجهزة قالك ولا منشأة ما عملوش حاجة اصلا انا عضو بقى مثلا وانا هنا بخطب الناس حضراتكم مش بتروحوا وبتشوفوا الكلام ده انا عارف ان انتم ما بتصدقوش بس انا بشرح لكم عشان فكرة الاهلي بتباع كلنا بقى نقعد نرد بتباع بغنات بتباع 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 ايه رأي حضراتكم اهو افتح لي ادي الجيم موجود شكرا لانتم ادي الشكلة الوزير عمل ده وعملت قولي لو لو الوزير ما كانش يبقى في حاجة طب ما ييجي الوزير يدير الاهلي بالفهم المليان الوزير باللي مش عارف ايه اصل انتم اصلحنا الاهلي غالي عندنا قوي اهم من اي حد رحنا وتعالى سم الاهلي اللي نعمته كبيرة علينا وخلانا لنا قيمة في المجتمع التلاتة وعشرين مليون عملوا شيخ زايد وعملوا مدينة ناصر مش مدينة ناصر عملوا التجديدات وطوراته وبعد البن تلاتة وعشرين مليون هنعمل عليهم حفلة المبنى الاداري ارجعلي لو عندكم اجماعة لو سمحت رعاية صورة المبنى الاداري عشان اكيد الناس عيين واكيد الناس فهمين لكن انا دور الاعلام ده دور الاعلام ده يظهر الحقيقة دي ارجعلي بس لو فيه صورة البسين تاني معلش عشان قالك ما عملوش حاجة ما فيش بنا حرام 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 اه دي صورة البسين هاتلي الصورة اللي كانت ماشي عليها هارجع اقولك تاني ما عنديش حاجة غير اقولها لك اللي ممكن يكون الصورة دي حصل هكرز عليها واخدوها وبعد كده الفندق اللي جنب نادي هناك هيعمل مؤتمر لا لو يمكن واللي يصدق بقى مش عافة اقوله ايه واحد يصدق الحاجات دي ده تقوله ايه اللي يصدق كلام الحلال وبين والحرام وبين شكرا الكابتن صالح سليم الله يرحمه شكرا الكابتن حسن حمدي ومجلسه شكرا المهندس محمود طهر وهو ده اللي تعلم من داخل النادي ترجمة نانسي قنقر